لا غرابة أن يكون وضع العراق مثل ما هو عليه الآن من دمار وخراب إذا كان من يحكمه صاحب التسجيل الصوتي المسرب نور المالكي وشركاؤه تسجيل ينضح بالحقد الطائفي والانحطاط الأخلاقي والفقر السياسي تسجيل يكشف أن المالكي وشركاؤه يتعاملون مع العراق كما لو أنه ملك شخصي يتصرفون به وفق هواجسهم الطائفية ولذلك يعتبر خسارته للحكم هي خسارة للهوية الطائفية التي يريد للعراق أن يتمثل بها أدمر جئي خساكي طعن شوء ولا فأنا الحدث سيقلم الطاعة عليهم وعلينا على التشيير وعلى مبدأ إما نحن أو فليذهب العراق إلى الجحيم يكشف مقطع من التسجيلات المسربة عن مخطط تعده الميليشيات لإحداث اضطرابات أمنية تحت مسمى الثورة المدعومة من خامنائي والغرض من ذلك إدخال الشارع العراقي في أتون حرب تمكن الميليشيات من إحكام القبضة الطائفية على كل شبر من أرض العراق نحن لدينا مخطط على مستوى العراق وبعدين يتطور دولي بأنه راح نفرها ونجيبها منها نرجع زمان الأمور بيدك الله يشهد عليه وحق هذا الماء يبقى تريغة سيئة نحن راح نشكل حتي لك راح نشكل جيش بكل المحافظات ثورة سوية ثورة بكل المحافظات والشروط التعجيزية بكل المظاهرات تعرف أن يرادلها أمور ويرادلها شغول نريد فقط الغطاء نريد مباركة الإمام الخامنائي هذه التسجيلات المسربة ترسم المشهد السياسي الحالي بشكل واضح وتسلط الضوء على طبيعة الصراع الذي وصل إليه شركاء العملية السياسية فلم يتوقف إلا أمر على تمزيق البلاد على أساس طائفي وإنما على أساس حزبي يخلو من أي حس وطني وكأنما أقبية السياسة باتت محطة لمراهقين طائفيين مهووسين بالقتل والإجرام والصراع على ثروات البلاد مقابل سحق الشعب العراقي وقتل مستقبله هذا كلام كل يقولون لسلم نفسك وعيك الناس بالساحة موجودين يجب أن يسلمون أنفسهم متهمين بإتهامات مباشرة لسان حالي المالكي يقول لا تعتقدوا أنني المجرم الوحيد في هذه الساحة كل من يحكم العراق بعد عام 2003 هو نسخة عني